السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض وجبة عشا افتكاسة حاجة كيه تحفى ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم الفسولية في الخلاط وكمان هنضيف عليها الفلفل وجبة عشا لزيزة جدا ان شاء الله هتجربو الطريقة التعتي النهاردة وهتعجبكم سهلة وبسيطة وطعمها تحفى يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة هنعملها ايه اول حاجة معي بصلاية هخسلها كويس جدا وبعد كده هقشرها وابدأ بقى اضطحها بالشكل ده تمام كده بعد كده كمان هجيب قرنفلفل احمر او اخضر زي ما قلتلك وارح جاية برضو مقطعه تمام اعطاهم كعابات حلو اوي كده زي ما قلتلك اخضر او احمر او حراء على حسب ما انت عايزة وكمان جبت عدين بقدونس وارح جاي برضو مقطعاهم صغير كده ومعينا اربع تماطم هقطعهم كده برضو يعني الخضر كله بداي الاول كده جاهزيه اخسليه وبعد كده قطعي ده اول خطوة بنعملها نروح بعد الخلاط هحط الطماطم والفلفل وكمان معينا البصل والبقدونس كله كده مع بعضه وكمان هضيف عليهم معلقة صغيرة طم بالمعلقة الصغيرة تمام كده اهي هضيفها برضو معاهم مع المكوان بتاعتنا وبعد كده بقى احط الخلاط وابدي اضيف عليكم بايت مية واغطيه واضرب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه تمام هضربه بقى كويس جدا لغاية الخليط بتاعنا ما يبقى ناعم معانا تماما تمام لازم باضربيه كويس جدا بعد بقى ما ينعم معاك بقى وبالشكل ده يبقى كده خلاص تمام انا بضرب بسه فيه شوية كمان اهو عشان عايزان ناعم خالص ما يبقاش فيه اي حاجة تمام تعالي بقى نجيب الحلة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها النهاردة وهروح جاية حطة فيها الخليط وكمان هضيف عليه معلقة الصلصة كبيرة بالمعلقة الكبيرة تمام وكمان معينا نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمان معي نص معلقة صغيرة كسبرة والملح نص معلقة صغيرة برضو ورش السكر عشان خاطر عصير الطماطم وكمان معينا معلقة السمن بالمعلقة الكبيرة او زيت ربع كوبية وحطيت مكعب ماجي وبعد كده بقى رجعنا للفصولية بتاعتنا كنت سلقتها غسلتها كويس جدا الاول وكنت نقعها لمدة يعني ايه نص ساعة كده وبعد نص ساعة تجاسة لقاها في مياه نظيفة لغاية لما استوت معي بفضلها يعني تكاية بسطة جدا فالتكاية ديت هكملها مع ايه مع التماطم احط كل الكلام ده كده على بعضه وهقلبها واضيف عليه كوبيتين مية او كوبيتين شربة الموجودة عندك هروح جاية حطاهم تمام وبعد كده بحطها على النار لغاية لما تغلي معي بالشكل ده هروح جاية مهدية عليها النار ولو هي محتاجة ملحة محتاجة اي حاجة ابدأ ازبطها واسبها كده لغاية كده ايه ما تربط كامع مع بعضيها ونبدأ بقى نغرفها بالشكل الجامل ده تحفى والله العظيم يا بنيت خفيفة جدا جدا على المعدة وطعمها كده مسكر وكمان جميلة ولذيذة ورحتها تحفى ان شاء الله هجرب الطريقة بتاعتي وتعجبك ده كان غدانا النهاردة فسولية ورز وكان فيه مخلل في التلاجة اكلة شتوية جميلة بص بقى البخار لطريقة ده بقى يدف الجسم كده حاجة يا لذيذة ان شاء الله هجرب الطريقة بتاعتي سهلة وبسيطة وخفيفة واحسن بقى بالمسبك والكلام ده كله يا رب الوصفة بتاعتي اكون عاجبكو النهاردة سهلة وبسيطة وانا قلت اصور معاكم الحاجة النهاردة كده عشان ما حاشتوني بتنسوش بتحطيلي لايك وتكتبينكم منت حل وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر